وعلى هامش مؤتمر الأوقاف الدولية لفق بناء الدولة قام المشاركون في المؤتمر بزيارة مجمع الأديان شاملة مسجد عبر بن العاص والكنيسة المعلقة والمعبد اليهودية المشاركون بالمؤتمر أشادوا بالتنوع الثقافي والتعايش السلمي والترابطي الذي ينعم به الشعب المصري ونبده أيضا للعنف والإرهاب التعرف على معالم مصر السياحية التي شيدت في حقب مختلفة حرص جاء من وزارة الأوقاف بدعوة ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نسخته الثلاثين لجولة بدأت من مجمع الأديان وانتهت بقلعة محمد علي تشعر بعراقة مصر تشعر بأهمية أن يعرف المسلمين داخل مصر وخارج مصر الجذور العميقة لهذا الدين التي ترسخ مرجعية الإسلام في هذا البلد وتجعل أفئدة المسلمين في كل مكان تتطلع الحقيقة للريادة العلمية والريادة الشرعية لمصر وأهلها استفدنا من هذه الجولة كثيرا وأيضا استفدنا هذه الأماكن التاريخية نحن عرفنا العصور القادمة كيف كانوا يعملون وكيف كانوا بنوا هذه الأماكن وبجانب ما أبرزته الجولة من معالم سياحية عملت أيضا على لمس مدى توفر الأمن والأمان الذي تحظى به مصر خلال الفترة الحالية الرسالة التي نحملها وسوف نحملها إلى ألمانيا وإلى أوروبا أن هنا معقل الحوار أن هنا في أسس إيجابية للحوار بين الأديان وأسس للتعددية ونحن نعيش في دولة تعددية أيضا كما نعيش في ألمانيا أيضا في دولة تعددية فهذا كله سوف ننقله إلى ألمانيا كي يتعرف الألمان الأوروبيين أيضا على أن مصر تشع نورا فيما يتعلق بموضوع الحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات هذه الأماكن الأثرية المهمة جدا فعلا جعلت الجميع يشعر بشعور يعجز اللسان أن يعبر عنه وتعجز الأيدي أن تخط وتسطر عن هذه المعالم وهذه القلاع وهذه المساجد وتلك الكنائس والأماكن التي دخلناها للأديان الأخرى اليهودية والمسيحية جولة ما فتأت تشيد بمصر الكنانة وتشدد على بعث رسالة للعالم أجمع تلك هي مصر بمعالمها التاريخية والأثرية وريادتها لترصيخ مبدأ المواطنة ولدهيكا للتلفزيون المصري